إن احنا عندنا أربع تحديات أخرى منهم طبعا تحدي بطل نيجر وبإذن الله بإذن الله هنصعد لدور المجموعات وهنفوز عليه بسكور إن شاء الله لكن أنا عندي تلات مباريات في الدورة قبل التواقف الدولي والتلات مباريات طرفين الإسماعيلي مباراة والزمالك الجولة التالتة وفي الوسط البنك الأهلي والتلاتة الإسماعيلي أخر مباراة عدل واحد واحد بعد ما كنت متقدم عليه وترجعت البنك الأهلي كنت متقدم واحد سفر وبرضو انتهت واحد واحد وترجعت نادي الزمالك برضو آخر مباراة في الدوري كنت متقدم واحد سفر وأيضا ترجعت واستقبلنا هدف التعادل فالتلات مباريات دول هم تلات مواقف كان فيهم دروس من الدوري الماضي فبالتالي مع المباراة دي يبقى أنا لازم أتفهم لو فعلا تعلمت من دروس الدوري الماضي يبقى أنا لازم أكون نازل أعرف قويس قوي إن أنا هسجل هدف وحاول أسعى أسجل الهدف الثاني وإن فكرة التراجع على هدف واحد غير مضمونة خاصة أننا لي مع تلات دولة يا فرس سواب أنت عندك زي ما أنت قلت البنك الأهلي مضيع عليك الدوري بنسبة كبيرة جدا زهبوا عودة المباراةين والزمالك هو بطل الدوري الماضي فأنت شخصيتك محتاجة تباهم من بداية الدوري إحنا عندنا صدقة تامة إن إحنا هنتجاوز عقبة بطل النيجر وحنوصل ولكن إحنا كهنة بنرصد كظاهرة إعلامية أو صوت الجمهور في النهاية أنت منتظر وطبيعي أهداف النادي وإدارته أن هي تشوف الفريق بيحقق نتائجه وبيحقق تحسن على الأخطاء أو التفاصيل اللي وقف عندها قبل كده ممكن حتى نبص على إحصائية المباراة سريعا ممكن لأنها هتبين هتبين اللي إحنا بنقوله إنعكس في إيه أنت على مستوى الاستحواز أنت ما قدرتش تفوز بالاستحواز في المباراة خارجية على عكس كتير جداً من المباريات كنت بتقدر تعمل ده على فكرة إحنا لازم نحط في اعتبارنا أنه أكيد كان فيه غيابات وده ما بننكروش ولكن فيه رأينا أن الكفاءة الفنية للنادي الأهلي حتى في وجود غيابات يتتخطى الكفاءة الفنية لبطل النيجر وده طبيعي بحكم أنه أنت عندك سكواد قوي كمان المحاولات هنا انت لك محاولتين مقابل سبع محاولات لبطل النيجر والجا آه المحاولات ست محاولات فيه ثلاثة أنتارجت فيه ست محاولات ثلاثة أنتارجت مقابل أربعة لفريق الحرس الوطني عندهم واحدة أنتارجت طبعاً اللي جات في العرضة يعني ما بتبقاش أنتارجت فاللي جات أنتارجت تسجلت أدب عندنا نسبة الاستحواز لصالح فريق برضو يعني صعب جيد الحرس الوطني الأصعب بقى أنه ده رقم أعتقد ده الرقم الأقل في عدد التمريرات منذ تولي بيتسو ده حقاً في عهد بيتسو موسيماني يعني 229 تمريرة صحيحة من 346 بدقة 66% ده وارد أن أنت بتلعب على أرض ممكن تكون نجلات علي وارد أن أنت ما كنتش قادر تخرج بالهجمة بشكل صحيح لكن ده رقم بيوضح لك قد انت فقدت الاستحواز وكمان يعني الرغبة في الفوز مش متواجدة خالص في 346 تمريرة كمان إلى هدف المتوقع أنت كنت برغم أنت أنت صنعت سبع فرص تقريباً لكن كان هدفك المتوقع 31% مقابل 93% لفريق الحرس الوطني اللي عمل عليك فرصتين محققتين سجل منهم هدف بالتأكيد الإحصايات بتوضح يعني المشاكل الفنية اللي كانت موجودة في المباراة ولكن خلص مباراة لازم هنقف عندها ولازم زي ما قلت نركز جداً في الاستحقاقات القادمة وتحديداً ثلاث مباراة الدوري قبل التوقف لمباراة المنتخب لازم بإذن الله إن شاء الله نكون حرسين جداً مع الصفقات الجديدة لأنه لازم نقول إن المباراة دي ما كانش فيها صفقات جديدة بسبب الموسم الماضي والقيد اللي اتأخر فأنت هتلعب بالصفقات الجديدة في بطولة أفريقيا إن شاء الله بدءاً من دور المجموعات وهتلعب بالصفقات الجديدة اللي هي من اختيار المدير الفني بيتسو مسماني مع انطلاقة الدوري فالطبيعي إننا لو هلتمثلك بعض العزر للغيابات النهاردة فأكيد المفترض إننا شوف مع بداية الدوري أداء مختلف نتيجة مختلفة تطور فني في مستوى الفريق لأن ده أنت خلاص اخترت الصفقات تقدر تكون هي أدواتك في الملعب نقطة برضو عشان بعض الجماهير النادي الآلي ما يكونش عندها حالة من التشاؤف في البطولة الحادية تعالش اللي إن شاء الله نحقها عايزين نقول إن الكلام ده حصل وبيحصل في أي مبارات المدير الفني وأحياناً الفريق بيكون في الدي اوف بتاعه مبارات سيمبا التنزاني لو تتذكروا جيداً اللي كانت خارج ملعبنا لعبنا 4-3-3 وزودنا كمان مدافقة أو ميتفلدر رابع في التغييرات واتهزمنا 1-0 بادة في ميكستوني اللي هو لعب الأهلي حالياً وكان قبلها فيه اتعادل في القائرة مع فيتا كلاب 2-2 ولكن قدرنا نكمل المشوار وقدرنا نحق البطولة اللي احنا بنقوله ده هو انتقاد لتسعين دقيقة وجرس انذار ورصود جماهير محتاجين إنه يوصل للجهاز الفني والمدير الفني في الاستحقاقات القادمة تفاقلوا إن شاء الله الأمور يعني بإذن الله بإذن الله الأهلي بطل هذه البطولة المرة 3-2